كلمني شو عن القصص الحلوة الجميلة اللي ذكرتها طبعا مش نقدر نقولها كلها بس يعني الأقرب لقلبك بصي الأقرب لقلبي هي أول قصة مكتوبة في الكتاب ودي مش من التراث ولا حاجة دي من الواقع من حياتي اللي هو في الجزء الخاص بالقرية أنا كنت وأنا وصغير كنت في حوالي ابتدائي وتعرف أهل القرية يعني بعد الساعة 8 بالليل 9 الدنيا خلاص نامت فكنت مع والدي في سهاج في المدينة ورجعنا القرية بالليل حول الساعة 11 وإحنا ورجعين كان والده اللي هو جدي كان تعبان فسمع صوته بيكح فقال لي طب صواني إحنا كنت طرقين دور التاني شقتنا فقال لي صواني أشوف جدك ليكون تعبان ولا عايز حاجة فدخل لقاء كنا في يناير الكلام ده البرد والغطى وقع من عليه وهو مش تعبان مش قادر يتغطى فشال الغطى وغطى فأنا ستدمحت الجملة بالضبط اللي هقولها لك دي قال له معليفش مفيد أنا أنتو متعبتونيش في تربيتكم أنت وإخواتك وانتو صغيرين بس أنا بني معليش أنا بتعبكم وانا وكبير قال له لما فيش تعب ولا حاجة وضبطب عليه لفت الأيام وفي يناير 2022 كان الحاج مفيد اللي هو اللي كان بعمل ده مع والده كان عامل عملية هنا في القاهرة وأنا كنت قاعد نائم في قط البنات عندي فسمعته بيكح كنا برضو على الساعة كانت ثلاثة الفجر وكنا في يناير زي الحكاية اللي من هنا وفي تدائي أو أعداد دخلت لقيته الغطى وقع من عليه فأنا بغطيه قال لي معليش أشرف أنا وأنتو وأخواتك ما تعبتونيش وأنتو في حياتي نفس الحاجة والله بنفس النص ما تعبتونيش وأنا في تربيتكم بس أنا بتعبكم يا ابن الدوات وأنا وكبير وقلت له لا حاجة أنت وروح تكاتب مقال سميته سلف و دين العبرة منها والرسالة بقول لكل اللي يقرى القصة دي اللي عايدي شوف نفسه بقرة يعمل النهاردة صح اللي هتعمله النهاردة هو اللي هتشوفه بقرة ودي كانت من أحب القصص اللي أنا كتبتها عشان كده هي خليتها أول قصة في الكتاب أثر فيك جدا طبعا جدا أنا وقف أو فيها رسالة كمان مهمة جدا ده أنا وبغطيه والله بدون مبلغة أنا بغطيه افتقرت وأنا وفي ابتدائي وشايفه هو بيغطيه أيه وبيقوله نفس الجملة يعني هو طبعا أكيد نسي يعني الحاج أكيد نسي بس اللي جواه اللي خلاه قالها اللي عمله هو صغير وعمله مع والده صحيح فلأني لقيته بيقولهولي بنفس النص علشان كده بقوله حياتك القصص الأديمة دي ناس بتأخذها على أنها تسلية لا دي مليانة عبر مليانة حكايات رغم أنها قصة دي مش متاخدة من التراث ده ده الواقع أحيانا مش أحيانا كمان ودائما بيكون أقوى من الحكايات الأسطورية وأقوى من الحكايات الخيال الواقع بيكون فيه رسائل وفيه عبر وفيه حكم أهم بكتير من القصص اللي ممكن نقراها من ألف ليلة وليلة أو أي حاجة من الحاجات الأديمة